الكلمة اللي قال كاتب الأول هاد الصباح هدي كانت يعني شاملة من حيث انها يعني توجيه سياسي واضح للاتحاديين عموما وكذلك تلخيص المعارك اللي قدناها في السنوات الأخيرة اللي ممكن اللي نقول على هاد المؤتمر هادا اننا في محطة مهمة بالنسبة الاتحاديين يا محطة ديلة جديد تقريرنا التنظيمي ما معنية جديد الجانب التنظيمي جديد طريقة الاشتغال دينا عصرنتها رقمنا اكبر هيكلة افضل باننا نقصو من تراكم المسؤوليات الكيمول دماندا فاصل من الحزب كذلك جديد على مستوى الخط السياسي اليوم احنا في موقع المعارضة الشيء اللي كي حتمع لنا مراجعة بعض الطروحات دينا ولكن المشروع دينا كيبقى في شموليته وكيما قدمناه في برنامجنا الانتخابي وكيما دافعنا عليه في العشرين سنة الأخيرة قائم لهو مشروع الدولة الاجتماعية دولة الحقوق والحريات دولة المساواة ما بين الجنسين دولة المغرب الجميع المغاربة شعار المغرب اولا لا زال لديه راهينيته المغرب اولا في دفاعنا عن وحدتنا الترابية في دفاعنا على حدودنا في الجوار في دفاعنا على تمغربية بين فتاحنا على مغاربة العالم اينما وجدوا في العالم بالتزامنا بين مبدأ الانصاف بين جميع الطبقات المجتمعية ومبدأ العدالة الترابية هذه هي المغرب اولا اللي تقلت في شعار الانتخابي واللي ما زال قائمة وحاضرة في مشروعنا السياسي اليوم اكيدا هناك رهانات كبيرة للحزب خاصا في اعادة الهيكلة دولة في عدد من الامور يعني كيفاش كتشوفوا مستقبل الحزب بفضيل هذه الظروف والافتتاح دي المؤتمر اللي عرف واحد من جميع حقيقة انا متفائلة كنا شوية متش نجين قبل بسبب هاد المسألة دي المؤتمر في نفس الوقت عن بعد وحضوري الكل الحضوري في جهاته ولكن الكونيكسيون ما بالجهات بطريقة التواصل عن بعد وتناظر عن بعد فكان هادشي خلقنا شوية ديال الشكلين اول مرة غنديروا هاد التجربة بكتر من الف ومائتين مؤتمر والحمد لله صباح انتم ما شفتو ذات الامور بشكل سالس جدا كانوا الكلمات كانوا المداخلات كانوا الصويت يعني هاد الامور دي كلها قدرنا ان نتعاملوا معها بشكل حاداتي او عصري رقمي الى غير ذلك وهذا الشيك يعطينا القناعة بانه يمكننا ان الحزب تدخلوا واحد لجانب ديال ديجيتاليزاسيون دي الرقمان اكتر في الطريقة ديال تدبيره اولا في طريقة ديال هيكلة دياله في طريقة ديال جديد هياكله كذلك كانوا واحد المجهود ديال اعادة النظر في كما قلت القبيلة في مسألة ديال تشكيل كتابات الفرع الفوروة كتابات الاقليم كتابات الجهوية المسؤوليات كيفاش كتتوزع ما بين الجهة والمركز تقوية الجهوية على صعي اتخاذ القرار في وسط الحزب اكتر واكتر التشبيب بمعنى جديد الدماء ماشي ماشي بعد منطق السن اه الرفع اكتر من اه تواجد النساء اه في القواعد اه يعني هذه الرهانات اللي كانشوف هنا زيما بنسبة الاتحادية الاتحادية اللي خاص المؤتمر يجاوب عليها باش يعطينا نفس باش نخدموه في الخمس سنوات المقبلة المؤتمرين عبروا على تشبتهم بالكاتب الاول واش وصلتوا الامكانية الاقناع باش انه فعلا تكون وانا ما عرفش واش قسانع وللا ولكن اكيد انه القناع ديل هو اللي غير عبر عليها لأكيد انه انا كان شوف لعما ممكن نقولك تسعدوا تسعين في المئة الاتحادين بشكل صارح عبروا لا تشبت ديلهم بانا الاخ الكاتب الاولي يزيد معانا يصبر واحد لما انضاء تلت احنا شخصيا بحكم القرب ديل من انه كان عرف بانه دا عمل مضني متعب فيه التزام كبير ولكن الاتحاد الملتزم واللي وهب حيات الحزب مضطر يحصار من رأيه الأغلبية ما قرشك زي ماجي عاجبين اشبه لا والو لا بصدق زي ما لا بصدق شما الامور ما كانت داولوش فيها زي ما بشكل ما اساري ولا لا شكرا مرحبا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة